مشاهدينا إلى فقرة رياضة التاسعة مع زميلنا حازم حازم مصر النصر أبو الهلال بالله أعتقد أننا تعادل يلا نشوف تقاموا في هذه اللحظات وعلى ملعب أستاذ الملك فهد الدولي في الرياض المواجهة الأشهر في السعودية والتي تجمع نادي الهلال مع ضيفه نادي النصر ضمن مباريات جولة قمة الرياض وضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وإذن هذه المباراة أمامكم الآن مشاهدينا ومستمعين تظهر بالتعادل السلبي حتى هذه اللحظات من مجريات الشوط الثاني تعادل النادي الأهلي وضيفه نادي الشباب بهدفين لكل منهما في المواجهة التي أقيمت على أستاذ مدينة ملك عبدالله بجدة في جولة قمة الرياض ضمن منافسات الدوري السعودي وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 11 نقطة تصدر الترتيب مؤقتاً ويرتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقطة ليبقى في المركز الرابع يصل مبكراً لمرمى الشباب وتصويبه أضع فرصة خبراني خبراني يضيع فرصه يلعب كرة إلى الأمام حسين طويلة وأمامية واسقور والله والله يلعب كرة خاطئة 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 ومريك والله حصل نادي الفيصل على نقطة ثمينة من أمام نادي الاتحاد وذلك بعد تسجيل هدف التعادل في الوقت الإضافي من زمن المباراة والتي انتهت بهدف لكل منهما في حين تعادل نادي الباطن أمام مصطدفه نادي القادسية بهدفين لكل فريق في جولة قمة الرياض ضمن منافسات الدوري السعودي وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي الفيصل إلى 9 نقاط ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً ارتفع رصيد نادي الاتحاد إلى 6 نقاط ليتقدم للمركز التاسع مؤقتاً أيضاً فيما ارتفع رصيد نادي الباطن إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز السابع مؤقتاً وبفارق الاهداف عن نادي القادسية صاحب المركز التاسع وآخرا وصل النادي الرائد انتصاراته عقب تحقيقه الفوز أمام ضيفه نادي أبهى بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي كانت على أستاذ مدينة تملك عبدالله بالقصيم من ضمن منافسات الدوري في حقق نادي العين أول فوز في تاريخه بدور المحترفين بعد انتصاره أمام المستضيف ضمك بهدفين دون مقابل لحساب الجولة الخامسة وبهذه النتائج ارتفع رصيد الرائد إلى عشر نقاط ليتقدم لمركز الثالث مؤقتا وبقي أبهى على رصيده السابق بأربع نقاط ليبقى في المركز الثاني عشر مؤقتا فحقق العين بهذا الانتصار أول الثلاث نقاط له في الدوري ليصعد إلى مركز الخامس عشر فيما توقف رصيد ضمك عند نقطة واحدة في المركز الأخير اتهت رياضة التاسع الآن عودة لغواوة عبدالعزيز شكرا لك حازم من الرياضة